وسط مساع حكومية وبرلمانية لتمرير موازنة ثلاثية تعتمد كلياً على أموال الصادرات النفطية يأتي قرار منظمة أوبك بتخفيض إنتاج النفط الذي وافقت عليه وزارة النفط الحالية في العراق وأكدت أنها ستخفض الإنتاج بمعدل 211 ألف برميل يومياً وبشكل طوعي خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي حذروا من زيادة عجز الموازنة المالية وحدوث أزمة مالية خانقة في العراق نتيجة قرار خفض الإنتاج فيما أشاروا إلى أن القرار سيقطع من الموازنة مبالغ تصدير مليون برميل نفط يومياً وسط اقتضاء العراق لتغطية العجز المالي الموجود أصلاً في الموازنة ويقول نواب إن خفض الإنتاج سيفاقم أزمة البلاد المالية في من تقد موافقة وزارة النفط عليه كونه يحمل العراق نسبة تخفيض كبيرة تصل لربع إنتاجه اليومي وهي نسبة لا تتناسب مع وضعه الحالي وبالتالي زيادة العجز في موازنة 2023 التي تعتمد على صادرات النفط في سوق متقلبة لا تعرف الاستقرار اللجنة المالية البرلمانية حذرت من زيادة المخاطر في موازنة 2023 نتيجة خفض الإنتاج مشيرة إلى أنه يجعل اقتصاد البلاد في وضع صعب وحرج وسيزيد من معاناة العراق مالياً لا سيما مع عدم وجود ضمانات تؤكل أن أسعار النفط سترتفع لمستويات مقبولة تخبط حكومي واضح يعكسه قرارات غير مدروسة فاليوم توافق الحكومة على خفض إنتاج النفط في الوقت الذي كان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أكد حين تسنومه المنصب بأنه سيطالب منظمة أوبيك إعادة النظر في حصة العراق الإنتاجية وزيادتها لحاجة العراق الماسة للأموال اشتركوا في القناة